كيكة البلاك فورست أو كيكة الغابة السودا هي كيكة ألمانية كتير مشهورة عبارة عن طبقات من كيكة شوكولاتة مع كريمة مخفوقة بيضة وحشوة من الكرز ولأنه هلأ موسم الكرز فحبيت أعملكم إياها عشان نستفيد من الكرز بموسمه ونعمل حشوة لهاي الكيكة كتير زاكية كتير سهلة رح نتعلم كل إشي من الصفر كيف نعمل الكيك الكريمة وكيف نحشي ونطبقهم على بعض ونزين وكمان بدي أقولكم إنه هاي الكيكة بدون ولا نقطة بيض ما فيها بيض نهائيا يعني لكل الناس اللي ما بيحبوا البيض بالكيك أو مثلا بالدايا أو من ريحته أو مثلا عندهم حساسية من البيض فهاي الكيكة هي المناسبة أفرجيكم قوامها قدي طرية وقدي هي كاسفنجية وهاي بدون ولا بيضة فإذا كنتوا حبين تعرفوا عن كيكة البلاك فورست تابعوا معاي بهذا الفيديو رح نبلش إنه نحضر الأوالب اللي رح نخبز فيهم أنا هون عندي قالبين 18 سانتي بتقدروا إنه تستخدموا قالب واحد يكون عندكم بس قالب واحد 18 سانتي وتخبزوا الكيكة على مرتين عادي بيصير إنه نخلي الخليط برة ونخبز على دفعتين بس لإنه أنا عندي نفس دقياس رح أستخدمهم بنفس الوقت القالب يفضل يكون ألمنيوم ولونه فاتح علشان خبز متساوي وما ينحرق عنا الكيك قبل ما يستوي بطنتهم بزيت ورقة زبدة بس من تحت عشان أنا بعرف هدو الأوالب حتى مبينين إقدام صلهم عندي يمكن سبع سنين هم كويسين وما بيلزقوا بس إذا كنتوا قلقانين من الآلب بتقدروا إنكم إنتوا ترشوا كاكاو مع الزيت أو تحطوا ورقة زبدة كمان على الجوانب جهزتهم ورح أتركهم عجنب بالنسبة لمكونات الكيك نفسها عندي هون حليب سائل كامل للدسم دفيته خليته دافي رح أحط عليه خل أبيض اللي رح يصير إنه لما حمضي المس الحليب الدافي بتخثر معانا يعني بفصل شايفين كيف بيصير كتل فهذا مش غلط هذا بالضبط اللي بدنا إياه هو بديل للبوتر ملك البوتر ملك هو إشي بنباع بالهايبر ماركتس بس مش كتير متوفر دايما فهذا البديل المنزلي بيخلي الكيك كتير خفيفة وطرية تمام بس هون حركتهم بالبداية رح أتركهم عجنب بعشر دقائق هيك بنكون حضرنا باقي المكونات فالخطوة اللي بعد هيك رح أجيب وعاء ورح أنخل فيه المواد الجافة مهم كتير النخل هون لأنه عندنا كاكاو وعندنا قهوة سريعة الذوبان عشان حبيباتهم حبيبات القهوة خشنة والكاكاو بيكون فيه كتل فعشان نتخلص من هذا الإشي الأفضل إنه ننخل فأول إشي رح أحط طحين متعدد الاستعمالات زي ما شايفين وبعد هيك رح أحط كاكاو بودرة بس أهم إشي يكون مش محلة ما نحط كاكاو محلة نهائيا لأنه حلاوة الكيكة وقوامها موزنين على الكاكاو الغير محلة تمام رح أحطهم وهلأ عندي المكونات الجافة الثانية قهوة سريعة الذوبان عندي بيكينج سودا اللي هي كربونة عندي بيكينج باودر وعندي رشة ملح رح أحطهم على المكونات الثانية وأنخل القهوة هنا شو هدفها القهوة بتعزز طعم الشوكولاتة يعني ما رح تحسوا أنه الطعم قهوة لأنه الكمية كتير قليلة بس هي بتقوي طعم الشوكولاتة بزيادة بس إذا مش متوفر عندكم طبعا هي زي ناس كافية يعني إذا مش متوفر أكيد تقدروا إنكم تشيلوها رح أنخلهم أحرك وأنخل بهاي الطريقة والكتل هاي اللي بيئت معاي ما بتخلص منها هاي من ضمن العيار وهي معظمها أصلا بتكون القهوة وشويتك كتلات من الكاكاو فبالسباتيولا بضغط على المنخل عبل ما أتخلص من أو يعني نزل كل هاي الكتل هيك بالنسبة للمواد اللي جافة صارت جاهزة بس بعطيهم هيكا تحريكة سريعة بالويسك عشان يعني يختلطوا مع بعض وأظن محافظة على الهواء اللي دخلتوا أثناء النخل يعني بتقدروا تحركهم بسباتيولا بس الويسك أفضل وهيك بيكونوا صاروا معانا جاهزين وبننتقل للخطوة اللي بعدها بوعاء كبير لأنه رح نعمل كل الكاكة فيه رح أحط الحليب الخاتر زي ما شايفين اللي عملناه بالشوي وبعد هيك رح أحط عليه زيت نباتي طبعا كل مقادير بتلاقوها بالزبط بسندوق الوصف مكتوبة بالأكواب وبالمل والجرامات يعني عشان الدقة رح أحط فانيلا إحنا ما عنا بيض بهاي الكيكة زي ما قلنا بس الفانيلا برضه بتعطينا طعم مش بس عشان زنخة البيض ورح أحط هلأ سكر أبيض وأحركهم بس نخدام الويسك يعني بس عادي تحريك يدوي بتقدروا تستخدموا الخفاء الكيك اليدوي إذا مثلا ما بدكم تحركوا هي الفكرة بس نخلط شوي المكونات وشوي هيك عنا السكر يدوب يبطل كتير حبيبات يعني ظاهرة وبس هيك بيكون بالنسبة لي تمام يعني بس مجرد دقيقة تحريك مش أكتر من هيك وبعدين رح أبلش أضيف المكونات الجافة ديروا بالكم أضيفوا المكونات الجافة دفعة واحدة لأنه رح تصير عنا الكيكة مكتلة لأنه عنا كتير سوائل وعنا كمية مواد جافة وخصوصي الكاكاوي ما بيصدق هيك يعني يجمع بعض ويكتل فشوي شوي يعني هون تقريبا أنا أسمتهم لأربع أجزاء يعني حطيت المواد الجافة بالتدريج كل ربع وأحرك كل ربع وأحرك عبل ما شايفين كيف بحاول أني أخلي الكاكاوي دوب عبل ما يعني أخلي كل مكونات تتجانس بس بدون ما أخفؤ كتير يعني بخفؤ بسعب لما يخطفوا معاي وبضيف الكمية الثانية وهكذا رح يصير عنا هلأ القوام شايفينه سائل لأنه لسه عم بنضيف بالتدريج بس رح يصير عنا قوام الكيكة عادي قوام كيك متوسط مش تقيلة كتير ولا خفيفة بهذا الشكل هذا هو القوام اللي رح نحصل عليه وهلأ صار وقت إنه نكمل تجهيز الأوالب ونصبهم ونصب الخليط فيهم إيش يعني نكمل تجهيزهم؟ هنا بحب أحط أنا للكيك الطبقات الكيك ستريبس أو شرائط الكيك الحراريين هم عبارة عن شرائط بيفوتوا الفرن يعني مش بيولعوا هم بيتحملوا الحرارة بنبلهم بمي وما بنعصر المي نهائيا يعني بفضل أصلا نكون حطينهم بمي إلنا ربع ساعة وبنحطهم داير ميدور الآلب هاد الإشي بيخلي الكيك يطلع بالتساوي فما بيطلع عندي قبة للكيك يعني هدول بمنعوا القبة تصير عشان ما نقعد نقصقص الكيك ونتعب فيه تمام؟ فمتى ما صاروا عندي الآلبين جاهزين تقدروا تعملوا أصدير وتحطوا ورق نشاف عرفتوا هذا ورق المطبخ اللي سميكت باللوماي وتلفوا تغلفوا يعني بالأصدير وداير ميدور الآلب نفس المبدأ بعمل بصب خليط الكيك بالتساوي بين الآلبين قدر الإمكان ومحمي الفرن أنا على 180 درجة مئوية بدون مروحة الرف بالوسط تقريبا 35 ل40 دقيقة هلأ بس بطرق الأوالب عشان أي فقعات هوا زيادة تطلع وهلأ بدخلهم بالفرن خلينا هلأ بهذا الوقت نستغله الكيك عم بنخبز فنجيب نعمل حشوة الكرز الكرز كتير هلأ منشر فكتير حلو أنه ندخله بالكيك أو كذا بيكون فرش أحسن من المعلب فهون عندي الكرز غسلته وصفيته وهلأ رح أبلش أشيل البذور منه كيف بعمل بشيل أول إشيل عنق هذا الطويل بهذا الشكل وبعدين بعود خشب تقدروا بيمصاصة بس عود الخشب أحسن هيك يكون شوي عريض من تحت يعني فيه لأنه أرفع كمان إياس أرفع وبحاول إني أدفش البذرة لتحت عبل ما أطلعها هلأ هاي العملية بفضل تعملوها مع حدا عشان تخلصوا أسرع بس هيك بتقعدوا على رواء وممكن قبل بيوم تعملوا هاي الإشي بسهل عليكم وبسرع بعمل كل الكمية وبعدين بجهز باقي المكونات عندي سكر وعندي مية وعندي عصير لمون وأكيد الكرز اللي شلنا البذور منه شو رح أعمل رح أحط السكر على الكرز هذا الإشي رح يخلي الكرز يطلع كل العصير اللي فيه ويصير عنا زي سرب هذا عشان سقي فيه الكيك وشوية مية هيك عشان تساعدني بدوبان السكر وإنه معاي كمان يستوي الكرز معاها بشكل أفضل وبس رح أحركهم مع بعض بهذا الشكل عصير اللمون ما منحطوا بهاي المرحلة عصير اللمون لما نغلي على النار تمام فرح أحركهم بهذا الشكل بتقدروا تحطوهم على بعض وتتركوا الكرز شوية بسرع لكم الوقت بس لأنه الكمية قليلة والكرز أريدي طريفة يعني ما رح يأخذ معانا أكتر من خمس دقائق على النار نقلت الكرز على نار متوسطة رح يبلش السكر عنا يدوب والمي يتبلش تغلي كمان عصارة الكرز رح تبلش تطلع ويصير عنا سرب كتير هيكا زاكي والكرز رح يبلش معانا يطرا هاي العملية خمس دقائق قبل كتير بتكون يعني خالصة بس أول ما يبلش يغلي بحط عصير اللمون اللي كان من المكونات على جنب وبس بحرك هيكا هلا هاي الرغوة اللي على وجه بتقدروا تشيلوها هي بتزود صلاحية هذا الخليط اللي عاملين وبس لأنه إحنا رح نستخدمها دغري فما في داعي يعني إذا حبين تشيلوها شيلوها وكمان قطعة زبدة إذا حطيتوا يعني معلقة كبيرة عليه على السوس هذا بتروح هاي الرغوة دغري بدون ما نشيلها تمام هلا كيف بشيك على الكرز بس هيك بالشوكة انه شايفين طيري معاي هيك بالنسبة للي مناسب خلص جاهز بطفي النار وسعتها بشيلو وبصفي دغري هلا رح يصير عنا كيف رح يصير عندي سائل تحت والكرز مستوي يعني فوق هذا ببنقله على صحين هذا الحشوة وهذا التسقاية يعني هيك بكون استفدنا من الكرز الفرش بطريقة انه نستخدمه كحشوة للكيك هلا بعد هيك رح اتركهم على جنب وبهذا الوقت اللي عملنا فيه اصلا السرب مع الحشوة الكرز بتكون الكيكة خلصت من الفرن لانه الكيكة عم تنخبز فطلعت الكيكتين بهذا الشكل حطيتهم على شبك تبريد بعد ما اختبرتهم باعود خشب انهم هم يعني مستويين وناشف القلب تبعهم وهلا بعد ما يبردوا تماما رح ابلش اقصهم بعد ما بردت الكيكة تماما حطيتها على صحين دوار وببلش بسكينة منشار اني اتخيل وين النص واحاول اني احفه بسكينة بس ما بدخله جوه بس بعمل لإلي زي هيك باب صغير من كل الشقات وبعد هيكة بسحب بسكينة المنشار سحبة واحدة من بره لجوه عبل ما قصهم يفضل يكون طبقتين متساويات بس اذا ما طلعوا معانا متساويات كويس عادي بس المهم انه نقطعهم وما يتفتفت معانا الكيك هلا بهذا الشكل شايفين الكيكة قدي طروتها قدي مبينة هشة وقدي مبينة طعم الكاكاو فيها قوي هاي الكيكة برجع بقولكم بدون بيض بس اسمت الطبقات وبتركهم على جنب وهلا بنحضر الكريمة الكريمة كتير حضرناها مع بعض يعني سريعا رح اقولكم حليب سائل بارد مع كريمة بودرة لعيارات بسندوق الوصف وبخفقهم بالاول على سرعة قليلة عشان بيكون كتير عندي سائل بعدين بعلي السرعة للاخر عبل ما تمسك معاي تقريبا بحاجة ل يعني حسب سرعة العجانة او الهند ميكسر بتقدروا كمان خفاء الكيك اليدوي بس الكريمة اجمالا من خمسة لتمن دقايق يعني هذا الرينج تمام هلا بالنسبة للقمع انا هون استخدمت قمع بدون ولا اي اشي بتقدروا حتى تستغنوا عنه حطيته بكيس حلواني او واسمته بحيث انه ما يكون كتير طالع القمع من الكيس ديروا بالكم عشان مايفك معاكم غلفت الكيس هذا بكوب طويل وحطيت جزء من الكريمة ما تحطوها كلها لانها كتير عشان ما يصير معانا الكيس يتفزر او ما نعرفش نمسكه يعني اشي بالمعقول ونرجع بنعبيه كل شوي هلا شو رح اعمل عندي هون صحن الدوار حطيت عليه شوية كريمة وحطيت عليه كيك بورد او اللي هو قاعدة الكيك اللي بتكون كرتون عشان يثبت وبرضو هلا رح احط كريمة عشان تثبت الكيك على الكيك بورد اوكي رح احط اول طبقة من الكيك بحيث يكون وجهها لفوق اللي هو المسامات يعني لفوق وهلا بس بضغط عليها عشان تمسك بالبورد اكتر وبعد هيك رح احط اللي هو السر او الاشي اللي بيساعدكم خصوصي اذا كنتوا مبتدئين انكم تشتروا هاي القطعة اللي هي الكيك رينج او اللي هي حلقة الكيك بتيجي هيك ستينلس بتتكبر وتتزغر بنديقها على حجم الكيكة عشان تطلع عنا الطبقات هيك نفس الارتفاع وما تقعد تميل معانا الكيكة وتزيح هاد اشي كتير بيساعدكم اذا ما عندكم هاي الرنج اكيد بتقدروا تعملوا بدونها انا عملت فيديوهات قبل رح احط لكم لينكات يعني بتقدروا تشوفوا طريقة التزيين بدونها بس حبيت بهذا الفيديو اشرح لكم عن طريقة التزيين هاي هون بس سقيت بي السرب وحاولوا ركزوا على الاطراف بالكيكة وحطيت الكريمة داير ميدور زي حلقة عشان تمسك للحشوة لانه كتير مهم يا جماعة انه خصوصي اذا ما عم نستخدم هاي الرنج انه اذا بنحط الحشوة الكرز ممكن يطلع معانا عالجوانب وتصير الكريمة هيك لونها زهري مش ابيض عرفتو فهذا اشي كتير مهم بنحطه بالنص والكريمة لازم نعمل زي جدار عازل بهاي الطريقة بعد هيكة رح احط كمان طبقة من الكريمة واحاول اني افردها بوفست سباتيولا عشان اللي هي سباتيولا منحنية عشان اوزعها بالتساوي كل ما كنا عم نعمل طبقة وعم نتأكد انها مستوية وانحن عم نعملها كل ما طلعت معانا الكيكة ارتب بالاخر يعني مش ان نعتمد انه خلص ما هي رح تنحط فوق بعض وكذا لا كل ما اعتنينا بكل طبقة بتطلع الكيكة معانا مستقيمة اكتر تمام فهم بس فردت الكريمة وهلأ رح احط الطبقة التانية من الكيك ورح ابلش نفس الاشي اسقيها بالسرب اللي عنا اياه وبعدين احط جدار هيكة من الكريمة وحشوة بنكرر هذي العملية لكل الطبقات باستثناء الطبقة الاخيرة اللي هي بتكون بس الطبقات طبقة الكيك نفسها بدون تسقاية ولا اي اشي فهونا عم بحط هلأ فيه شغلة بدي اقولكم اياها انه ارتفاع الرنج هذا يعني مش مناسب لارتفاع الكيكة ممكن نعمل احنا كيكة اعلى منه فشو الحل شو لازم نعمل اما منجيب هذا بيكون هيك بلاستيك مقوى من المكتبات بنحطه داير ميدور الرنج عشان ترفع معانا وتصير ارتفاعها اعلى او بطريقة كتير يعني ابسط من هذا الموضوع انه بس بنفك الرنج هذي من الجوانب يعني حتى احنا بنوص التزيين من فكها وبنرفعها شوي لفوق يعني شايفين هي اصلا هلأ بالزبط على الكيك بورد ركزوا فيها انا رح ارفعها كمان شوي هيك لفوق عشان لما احط الطبقة الاخيرة تكون قادر تمسكها من فوق يعرفتو يعني خلص انا ضمنت انه من تحت متساوي وهلأ صار وقت انه من فوق شايفين كيف انا رفعتها يعني صار الكيك من تحت مبين وهذا عادي هلأ بس عشان تمسك لي للفوق بكمل بهاي العملية نفس الاشي الكيك بشربه بعدين جدار من الكريمة بعدين الحشوة بعدين كريمة فوقيها وبزبطها وبعدين بحط اخر طبقة اللي هي طبقة الكيك النهائية بالعادة بنحط طبقة الكيك الاخيرة على العكس بتقدر تحطوها عادي زي ما هي بس العكس بيخلي المسامات الفتاة تبع الكيك هذا ما يطلع يعرفتو لانه قاعدة بالكيك بتكون هيك ملساء تماما زي ما شايفين يعني هذا قاعد الكيكة لفوق بنحطه والمسامات بتكون لتحت بنضغط عليها وهيك صارت عنا جاهزة شو رح نعمل هلأ اذا الجو بارد فك الرنج وكملو خطوات التزيين اذا الجو يعني شوب زي حاليا هلأ عالتلاجة نصيعت زمن وبعدين بنكمل شغل فيها عشان تمسك كويس مع بعض والكريمة تتماسك فانا رح احطها بالتلاجة وبهذا الوقت رح اعمل معكم فقرة التزيين شو بنا نزيين فعندي هون شوكولاتة بتقدر تستخدم ملك دارك اي اشي بدكم اياه زي ما حابين تكون بلوكات تكون شوكولاتة مهدرجة اهم اشي عشان تجمد معانا بس انا قطعتها بالسكينة لصارت عندي بهذا الشكل ورح احطها بالمايكروويف وادوبها كل تلاتين ثانية واحرك عبل ما تدوب معاي بشكل كامل يعني هون عم مفرجيكم اني انا عم بحرك كل شوي عشان ما تنحرق معاي الشوكولاتة وتصير معاي سلسة قدر الامكان فهاي العملية تقريبا بتاخد قئتين لثلاتة حسب قوة المايكروويف تبعكم رح ادوب بالشوكولاتة يعني بس الدوب كاملة بجيب ورقة زبدة وبحطها على الرخامة عادي وبعدين بحط الشوكولاتة جزء منها طبعا مش كلها وشو رح اعمل؟ رح ابلش اني افردها بحيث تكون زي الورقة بالضبط زي الورقة عشان بعد هيك بدي اكسرها عشان اعمل الشكل اللي بديها طبعا تقدروا انتو بس تبشروا الشوكولاتة وتزينوا فيها جوانب الكيك بس يعني حبيت اعطيكم فكرة هيكة يعني للتزين فباستخدام السكريبر او لهو المشحاف رح ابلش اني افرد الشوكولاتة بهذا الشكل بس تصير معاي بهاي الطريقة بحطها على صنية توسعها بحيث تكون مستقيمة ودخلها التلاجة بس خمس دقايق جنب الكيكة اللي محطوطة بالتلاجة فبس تطلع معاي بتكون بهذا الشكل ببلش اكسر فيها بطريقة عشوائية اهم اشي طولية تكون شايفين انا بحاول اضغط بحيث ان تطلع معاي طويلة قدر الامكان عشان يتغطيلي جوانب الكيكة فبظلني اعمل بهذا الشكل احنا بحاجة نعمل ورقتين من هاي الورقة يعني منكرر العملية كمان مرة وهدول اهم اشي ما نتركهم برا لانهم كتير رقاء والدنيا شوب وممكن انه يدوبوا معانا يعني منكسرهم ونرجعهم عالتلاجة لبقى وقت نزين فيهم فبهذا الشكل صاروا معاي برجعهم عالتلاجة وهلأ خلونا نطلع الكيكة نشوف كيف بدنا نزينها فهونا بشيل الحلقة شوية شوية علشان احافظ على الشكل وبدي افرجيكم قدي الرنج بتساعد انه يطلع الكيك مستقيم زي ما شايفين بدون غلبة انه يميل معانا او كذا هي بتمسكو فهذه يعني فكرة ممتازة للصبايا اللي اول مرة بدهم يزينوا هلأ الكريمة ببلش احط جزء منها على الوجه اكيد الكريمة كانت بالتلاجة يعني اثناء التبريد تبع الشوكولاتة والكيكة الشوكولاتة بس خمس دقايق تبريد وهيك والكيكة حكينا انها نصيعة بس انه الكريمة برضو معهم يعني ما من نترك الكريمة ببرا رح ابلش بي اوفسيت سباتيولا اني ادهنها على الوجه بهذا الشكل وبعدين باخد كمان اجزاء من الكريمة وبحطها على جوانب الكيكة زي ما شايفين عشان اغطي الطبقة هاي اللي مش حلوة اللي موجودة تمام يعني بدي احاول قدر الامكان اني اغلف بحيث يكون كلياته ابيض معاي خدوا وقتكم بس مش كتير عشان ما تصير الكريمة تسيح واذا حسيتوها بلشت تسيح حطوها بالتلاجة يعني حتى لو انت بنص التزيين حطيها بالتلاجة علشان تتفادي انها تسيح معاي الكريمة رح ابلش كمان هلأ بالسكريبر اني اضبط اللي هو المشحاف اضبط الوجه والحواف واهم اشي امسحه ببولة جنبية كل ما بعمل مسحة عشان طلع معاي شكل مستقيم قدر الامكان وهيك صارت عنا الكيكة جاهزة طبعا تقدروا تزينوها حكتلكم بشوكولاتة مبروشة على الجوانب وعلى الوجه بس هلأ خلونا نعمل الفكرة اللي حابة احكي لكم اياها اللي هي الشوكولاتة كيف دوبناها وعملناها زي اطاع هيك طولية فرح اجيب الشوكولاتة اذا فيها حفة هيك طالعة بحاول اقسمها اخليها مستقيمة من تحت عشان تغطي الكيكة يعني وببلش اني الازقهم على الجوانب طبعا هون هاي العملية لانه القطعة شوائية فرح تبلشوا شوي هيك اتفكروا شو القطعة اللي بدي احطها هلأ علشان يطلع معاي الشكل احلى واذا جربتوا تعملوا هاي الطريقة كل صبية فيكم متأكدة رح يطلع معها شكل كل واحدة شكل بس اكيد كلهم حلوين هلأ اذا حسيتوا انه ما في مساحة للكريمة عشان نلزق فيها قطعة الشوكولاتة بنقدر ندهن شوية شوكولاتة سايحة على القطعة ونلزقهم حتى لو فوق بعض بهذا الشكل برضو بصير بتقدروا عفكرة تتركوا فراغات يعني الكريمة تكون مبينة برضو حلو بس انا هيك حسيت انه حابة اعبيها اكتر بهذا الشكل بنضلنا نلف الكيكة ونشيك على كل الحواف وهلأ حبيت ازين بهك اخترت قموع وعملت زي ما شايفين هيك اشكال بالكريمة على الوجه ورح احط هلأ كرزات اخترتهم اول اشي قبل ما بلش اعمل الحشوة هيك اشكالهم حلوة ولونهم متقارب عشان تطلع الكيكة احلى كشكل وهلأ الشوكولاتة اللي بقيت معاي كسرتها وزينت الوجه بهذا الشكل رح نحطها بالتلاجة يفضل ليلة كاملة افضل عشان تتماسك بشكل افضل ونكاتك تطلع ازكا بس اكيد تقدر تحطوها هيك خمس ست ساعات بالتلاجة يعني تعبالوها الصبح وتكلوها المسا برضو بيصير عملنا هيك البلاك فورست بتمنى يكون الفيديو مفيد وعجبكم ازا حبيتوا تعملوا الكيكة اللي بدون بيض لحالها برضو بيصير انكم تجربوها وقولولي رأيكم الفكرة انه كمام تقدروا تستخدموا اي كيكة شوكولاتة تانية او بسندوق الوصف وبتقدروا تستخدموا كيكة اسفنجية بس اليوم حبيتك اغيرلكم عشان الناس اللي عندهم حساسية من البيض او مثلا بدهم مش يستخدموا بيض انه منقدر نعمل كيكة بدون بيض وتكون زاكية وهالشي بتمنى يكون الفيديو عجبكم ازا عجبكم حطولي لايك وكمنت في رأيكم وما تنسوا تشاركوا هذا الفيديو مع اصدقائكم بشوفكم عخير ان شاء الله بوصفات جاي وفيديوهات جاي يعطيكم الف عافية